السلام عليكم معاكم بسم العليمي من فريق قروة أورجامي مورد أكاديمي أو أكاديمية عالم الأورجامي هنعمل مع بعض النهاردة تصميم سهل وبسيط تعالوا نشوفه مع بعض التصميم ده زي ما انتو شايفين كله حاجات كيرفت كده حاجات منحنية لو تلاحظوا هتلاقوا شكلها من الوحدات اللي احنا اخدناها في الأول الوحدات اللي هي مثلا الدمعة بس عاملينها شابد أو منحنية شوية ماشيين هم في الكارت هنا كاقتراح يعني على الخطوط بالشريح تعالوا نشوف احنا اقتراحات تانية ونشوف هنعملها ازاي المميز جدا في الكارت ده بالنسبالي المساحات الكبيرة دي دي بتديني براح جدا ان انا اقدر اعمل وحدات بألوان مختلفة وأبدأ ألزقها كمان في هنا طاية كويلز كتير جدا أو لفات مجدودة كتير جدا وده برضو بيديني براح ان انا اعمل طاية كويل بلون واحد او بلومين انا عامل هنا مجموعة من طاية كويلز تعالوا نشوف كده طاية كويلز تعالوا نشوف كده مثلا كده بصوا مجرد محطات كم واحدة تراقوا اللوحة بتظهر وبيوقع شكلها مبهج جدا تعالوا نعمل طاية كويل كده مع بعض الافتكر كنا بنعملها ازاي بصواها سريع انا هستردم شراحة التنفن ان احنا كنا بنلف على بنلف الابرة لو الابرة العادية بتاعتنا او الابرة القهرابة عادي ما فيش مشكلة بنلف الابرة بحيس ان احنا منسبش جوه الشكل اي فراجات وده الفرق بين الطاية كويل واللوز كويل او اللفة المشدودة واللفة المغلقة بس بقت عندنا الطاية كويل نمسك هكده بالتوزز عشان الناس تشوفها تمام ايدي الطاية كويل اللي منتشر جدا على مستوى اللوحة كلها ايه تاني اللفة المميزة هنا اللوز سكرول او اللفة المفتوحة ولو تفتكر احنا كنا بنقول ان احنا بنعملها ان احنا بنلف الشريحة على الابرة وبعدين بنسابها مفتوحة من نديرة لازمة بنلزقها ازاي زي ما انتم عارفين ان احنا كنا بنقول ان احنا بنلزق الحتة المقفولة الاول ونسبتها كويس جدا وبعدين بلزق بالبلو على الحتة السايبة وبامشي بيها عن طريقة ويزرز كده ان انا ايه بسبتها دي اللفة التانية عندنا في اللوحة اللفة التالتة دي بقى اللي بقول لكم مالية اللوحة جدا الدمعات المنحنية انا هنا لزق شريحتين في بعض وتعالونا اعملهم مع بعض كنا بنقول لما بنيجي نلزق شريحتين في بعض ان انا بحط بلو على نهاية الشريحة الاولانية وبعدين بحط بداية الشريحة التانية عليها بحيس اعمل بينهم كده او تداخل وبعدين بنلف عادي جدا كأنها شريحة واحدة وكنا بنقول ان التركة اللي بتنجح الشريح اللي هم لازمين في بعض ان انا لازم اسيبهم ينشفوا كويس جدا عشان لما ايجي اسيبها تفتح تفتحها دي جدا ما تلزقش بالجروب ويبقى فيش ريحة فيهم بتفتح والتانية لازم زي ما انا عملتها اطلقوها فتحت قوي هنا عشان فيش ريحة فيهم خامتها اخف شوية من التانية انا عايزة فعلا دمعة كبيرة علشان هنا المساحة بتاعت الدمعة كبيرة فممكن مثلا شكل زي ده شريحتين اساسا ما يكفوش ممكن نعمل ثلاث شريحة وممكن نعمل شريحتين وبعدين نكمل بحاجة تانية اللي اقتراحات ما بتطلصش زي ما انت عارفين احنا هنا بنبدي زي هنت كده نبدأ منين والابداع طبعا مطلوق ليك وانتا هنلزق انا كده عندي روس كوية او لفة مغلقة خلتها دمعة اهي تعالوا نلفها كده تبقى بقى الدمعة منحانية نقدر نحطها هنا مسلا ونقدر بقى ننسب الحجم بتاعتها كويس جدا على اساس الحتة اللي عندي لو عايزة حطها هنا هعملها طبعا اصغر من كده وممكن بشريحة واحدة لو عايزة حطها هنا تعالوا دمعة كده نحطها هنا شغالة هنا بس ممكن نكمل دي بحتة تانية باي شريحة بقى انا قلتلكم قبل كده ان احنا بنعمل الوس كوية او اللفة المغلقة ونبدأ نعمل منها الشكل اللي احنا عايزينه لان هي اشكالها فعلا ما بتخلصش مثل انها يشوف تطبيقاتكم للتصميم ده على البيتش ولو عجبكم الفيديو يريد تعملوله لايك وشير ونعمل سبسكرايب للقناة شاني يوصلكو كل جديد وبأكد عليكم ان اي طول بنستخدمها في الفيديو موجودة عندنا اونلاين تقدروا تطلبوها اشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم